ده حيرجعني ان انا اسألك في حتة هل تسعة ايام اللي هي فترة من واحد وعشرين ماتش ايم بالحد المبرنة هي يوم تلاتين كانت فترة كافية او بمعنى صح هي طبعا كافية ولكن هل الفترة دية موسيماني اعد اللعيبة زهنيا ونفسيا للمباراة فيها كويس ولا لا ولكن خلينا برضو نرجع لموسيماني ونشوف بعض التصرحات اللي قالها لوسائل الاعلام في جنوب افريقيا نبتدي نشوف ايه بعض منها وتعلقلي عليها وتشوف نتفق معاه في ايه ونختلف معاه في ايه دية هجماعة بعض من تصرحات موسيماني للإعلام في جنوب افريقيا بيقول لا يوجد نجاح بدون فشل ولا نأبكي على الاربعة كووس التي فقدتها مع الاهلي بل سأنظر للمستقبل لتحقيق باقي البطولات الهدف الاول للوداد كان اكبر خطأ من الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا ومنح الفريق المغربي الثقة للفوز باللقب قولي عادي التصريحيني التصريح الاول بيتكلم انه هو يعني مش حبص للاربع بطولات الرفاق قد طم على الاهلي حبص للمستقبل ده رقم اول حاجة ان انت دي فيه ايدانة كبيرة لك انت اربع بطولات رقم كبير نال الاهلي برضو نال الاهلي ما بيخسر مباراة في الدوري وانت اخذ في الروط افريقيا الدنيا بتتقلب مزبوط هو مزبوط بس يعني ما يشفعلوش بطولتين في افريقيا بالسور افريقيا بالبرونز بص انا مش خلينا برضو نتفق اول حاجة اول حاجة توقيتات التصريحات غلط توقيت تصريح دلوقتي انت النهاردة خرجت المباراة كانت في المؤتمر الفني جميل جدا وحقك لان انت لازم تتكلم انتهى الموضوع دلوقتي كانت لازم تتكلم انا برضو عندي نقطة مهمة جدا لازم تعرف طبيعة المكان بتتعامل فيه دايما لو انا بتعامل في مكان طول الوقت الناس بتتكلم ومحدش فرق معها حاجة اوكي لكن انت بتتكلم انت موجود في مكان طبيعته مش كده وانا برضو كانت في مكان ده قبل كده فيه توقيتات ما ينفعش تتكلم فيها يعني قبل كاس عالم قندية فيه تصريحات قبل كاس افريقيا فيه تصريحات توقيتات تصريحات مش مناسبة للحدث استخدام ساعات حتى المؤتمرات الصحفية في حديث عن تجديد فانا شايف ان ده مش صح وانا شايف ان دي من اكبر المشاكل اللي عند موسيماني ولكن عنده حاجات فنية كويسة اه فيه ماتشاط بيلعب يدالة فنان هيلة الماتشاط التانية اللي بتقع منه هو سبب فيها لانه هو مش مجهز بقية اللعيبة بشكل كافي هو خسر لعيبة كتيرة جدا وجلا ما ايه يحتاجها ما لقاهاش اشتركوا في القناة